اشتركوا في القناة ولروسيا الاتحادية الصديقة دوام التقدم والنماء والازدهار ولشعب الباشكير وجميع الشعب الروسي الرخاء والسلام فيما حمل فخامة الرئيس راضي فخيروف معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة تحياته لصاحب الجلالة الملك المفدى ايده الله مبديا تقديره العميق لمملكة البحرين ولما تشهده من تقدم وازدهار مبديا تطلعات فخامته لتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باشكورتوستان الروسية في المجالات الصناعية والتجارية والثقافية والسياحية انطلاقا من المشتركات بين الجانبين كما رحب فخامته بمشاركة مملكة البحرين في اعمال الاجتماع الدوري لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الاسلامي الذي سينطلق مساء اليوم في بلاده واكد الجانبان اعتزازهما بعمق العلاقات البحرينية الروسية وبما تشهده من نماء مستمر بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الصديقين معربين عن تطلعهما للمزيد من النمو والازدهار في هذه العلاقات انطلاقا من الرؤى والمصالح المشتركة وفي ختام اللقاء اهدى معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة لفخامة الرئيس راضي فخيروف نسخة من اخر الكتب المحققة التي اصدرها المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وهو موسوعة الوفاء بفضائل المصطفى للامام ابي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة خمسمائة وسبعة وتسعين للهجرة والذي يقع في خمسة مجلدات فيما قدم فخامته لوحة تذكارية عن تاريخ جمهورية باشكور توستان الصديقة حضر اللقاء سعادة السيد احمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية والسيد محمد جلال والسيد مدير مكتب رئيس المجلس فيما حضره من الجانب الروسي عدد من المسؤولين في جمهورية باشكور توستان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة